قد تكون هي معروفة أن هذه الدائرة هي بشكل عام محسومة باتجاه مثلاً خلينا نقول عسيبين مثلاً نأخذوا الروضة الروضة عادة عادة أيام الـ 25 دائرة هي محسومة للتيار القومي أو التيار الوطني كرسي وكرسي يأخذونها جمعية الإصلاح ماشي إحنا بافتراض كيفان يقول لك الأرجح المقعد الإسلامي عادة هو يكون من نصيب السلف فهني النقطة أن ليش الإخوان دخلوا على خط السلف وزاد جواب يمرشحهم حسب كلامها أول شي عادة من نصيب السلف السلف دخلوا في الانتخابات التي قبلها فقط هذا رغم واحد وكذلك الأخوان المسلمين ماشي أنا واحد وثمانين أول مرة يدخل هذا رغم واحد رغم اثنين إذا كان الهدف والكلام على قضية إسلاميين وغير إسلاميين فلو كان حسب النتائج التي ظهرت طبعاً فلو كان هناك تعاون بين السلف والأخوان في منطقة كيفان وشانطلعت النتيجة مختلفة كليتهم بمعنى؟ بمعنى أنه يعني أن عدم التعاون جاء من الطرفين من طرف يرفض التعاون وربما الطرف الثاني يدعو للتعاون أو لا يدعو للتعاون لا كان لك الإصلاح دعت للتعاون؟ أنت قاعد تقول لي أن إيه كانت فيه هم أرضوا عليكم السلف أرضوا عليكم أن أنتم توخرون من الدائرة بحكم أنه عندهم مرشح ونجح بمعنى أنت في المقابل شنو كان عرضكم؟ إحنا ليش ما يسر تعاون حنا في المنطقة؟ بس المنطقة ما تتحمل أثنين إسلاميين؟ ليش ما تتحمل؟ ليش ما تتحمل؟ شنو 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 ما تتحمل؟ شنو ما يخليه؟ إذا الفرقية اللي اطلعت النتيجة هذا عشرين صوت؟ ليش يخافون السلف أنه ما يتحالفون معاكم؟ وليش ما تتحمل؟ شنو اللي يخليه ما تتحمل السؤال؟ يعني لما ييجي مجموعة إذا أنت عندك توجه إسلامي وفي آخر موجود عنده توجه إسلامي هذا عنده قاعدة نجحة وهذا قاعدة تقربة كثيرة من النجاح فإذا أنت تتكلم عن الفكر الإسلامي فمن باب أولى تقول والله نتيجة لتقارب الفكر وتشابه الفكر فليش ما ييجي واحد ويحط أصوات للطرف الآخر خصوصا أنه كان لكل ناخب صوتين فيحط للصوت الآخر فلو كان هناك نوع من التبادل ونوع من التنسيق لن نجح نثنين على سبيل المثال أنا ما قاعد أنتقد الذي حصل أنا قاعد أجاوب على الانتقاد الذي أتلقاه باعتبار أن هذا نازل لإسقاط طرف أحد الأطراف عرفت الفكرة لكن الثابت أن الواقع والنتيجة أشارت إلى أنه لو كان في تعاون شان الاثنين يطلعوا بدأ ليله الرقم الإنتقل بدأ ليله الرقم اللي يبتأ